حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور يعني ابن يزيد قال حدثني حبيب ابن عبيد عن المقدم ابن معدي كرب أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحببه حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حدثني منصور عن الشعبي عن المقدم ابن معدي كرب أبي كريمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلمين فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور عن عامر عن أبي كريمة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أني أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدم ابن معدي كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرامين فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي نب من السباع ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها وما نزل بقومين فعليهم أن يقروهم فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن بوديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أبي كريمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنه قال من ترك كلا فإلى الله ورسوله وربما قال فإلينا ومن ترك مالا فلوارثه والخال وارث من لا وارث له وأنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة فذكره وقال عن المقدام من كندة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبن المبارك عن ثور عن خالدي بن معدان عن المقدام بن معد كرب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلو طعمكم يبارك لكم فيه حثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا أجودي يحدث عن أبن المهاجر عن المقدام بن معد كرب أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين أضاف قوما فأصبحت ضيف محروما فإن حق على كل مسلمين نصره حتى يأخذ بقير الليلته من زرعه وماله حثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالدي بن معدان عن المقدام بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهولاك صدقة وما أطعمت ولدك فهولاك صدقة وما أطعمت زوجك فهولاك صدقة وما أطعمت خادمك فهولاك صدقة حثنا سريج بن النعمان حدثنا بقية بن الوليدي عن أرطاتا بن المنذري عن بعض أشياخ الجندي عن المقدام بن معد كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لطم خدود الدواب وقال إن الله عز وجل قد جعل لكم عصيا وسياطا حثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد حدثنا خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب الكندي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد منكم طعاما أحب إلى الله عز وجل من عمل يديه حدثنا إسحاق بن عيسى والحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله عز وجل قال الحكم ست خصال أن يغفر له في أول ضفعة من دمه ويرى قال الحكم ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحوار العين ويجرى من عذاب القبر ويائن من الفزع الأكبر قال الحكم يوم الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحوار العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبن عياش عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدم بن معدي كريبا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يوصيكم بالأقرب فالأقرب حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك قال حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدم بن معدي كريبا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور حثنا أبو المغيرة قال حدثنا سليمان بن سليمين الكنني قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال سمعت المقدم ابن معدي كريبا الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم وماء كولات يقمنا صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعمين وثلث شراب وثلث لنفسه حثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد عن خالد ابن معدان عن المقدم ابن معدي كريبا الكندي قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم ان الله يوصيكم بأبائكم ان الله يوصيكم بالأقرب حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثنا عبد الرحمن ابن ميسرة الحضرامي قال سمعت المقدم ابن معدي كريبا الكندي قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمطه وستنشق ثلاثا ومساح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا حانا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد ابن معدان قال وفد المقدم ابن معدي كريبا وعمر بن الاسود الى معاوية فقال معاوية للمقدام اعلمت ان الحسن ابن علي توفي فرجع المقدام فقال له معاوية اتراها مصيبة فقال ولما لا اراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره وقال هذا مني وحسين من علي رضي الله تعالى عنهما حانا الحكم بن نافع قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن المقدم ابن معدي كريبا انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسطا يديه يقول ما اكل احد منكم طعاما في الدنيا خيرا له من ان يأكل من عمل يديه حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن المقدم ابن معدي كريبا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اطعمت نفسك فهو لاك صدقة وولدك وزوجتك وخادمك حدثنا عتاب حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن المقدم ابن معدي كريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغذاء السحر فانه هو الغذاء المبارك حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا معاوية ابن صالح عن ابي عبد الرحمن الكندي قال سمعت المقدم ابن معدي كريبا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الانسية وعن كل ذناب من السباع حدثنا عبد الرحمن وزيد بن حباب قال حدثنا معاوية ابن صالح عن الحسن ابن جابر قال زيد في حديثه حدثني الحسن ابن جابر قال سمعت المقدم ابن معدي كريبا يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبان وهو متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أستحللناه وما وجدنا فيه من حرامين حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله حثنا وكيع وأبو نعيمين قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال أبو نعيمين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلة الضيف قال أبو نعيمين حق واجبة فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه فإن شاء اقتض وإن شاء ترك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت منصورا يحدث عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على كل مسلمين لليلة الضيف حق واجبة فإن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتض وإن شاء ترك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا أجودي يحدث عن سعيدي بن المهاجر عن المقدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلمين أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حق على كل مسلمين نصره حتى يأخذ بقرى الليلة ليلته من زرعه وماله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال أبا أجودي أخبرني أنه سمع سعيد بن المهاجر أنه سمع المقدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول فذكر مثله حسنا حماد بن خالد قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن المقدام بن معدي كريمة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضيعة فإلي وأنا ولي من لا ولي له أفك عن وهو أرث ماله والخال ولي من لا ولي له يفك عنه ويرث ماله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح قال سمعت راشد بن سعد يحدث عن المقدام بن معدي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال أفك عن وتن حسنا أبو اليماني قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال كانت لمقدام بن معدي كريبة جارية طبيع اللبان ويقبض المقدام الثمن فقيل له سبحان الله هي أتبع اللبان وتقبض الثمن فقال نعم وما بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتي أن على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدنار والدرهم حنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلة الضيف واجبات فإن أصبح بفنائه فهو دين له فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا بو ديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلوارثه وأنا مولى من لا مولى له أريث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يريث ماله ويفك عانه حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال بو ديل العقيلي أخبرني قال سمعت علي بن أبي طلحة يحدث عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فإلي قال وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلوارثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويغثه حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا محمد بن حرب الأبرش حدثنا سليمان بن سليمين عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كريب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلحت يا قديم إن لم تكن أميرا ولا جابيا ولا عريفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم